اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية اضطرابات الحالبين مقدمة الحالبان هما انبوبان طويلان ينقل كل منهما البول من احدى الكليتين الى المثانة وهناك اضطرابات كثيرة يمكن ان تصيب الحالبين من الممكن ان تؤدي اضطرابات الحالبين الى جعل التبول صعبا او مؤلما كما يمكن ان تسبب علما شديدا في اصل الظهر والجانب اي الخاصرة وقد تؤدي بعض اضطرابات الحالبين الى وجود الدم في البول يشرح هذا البرنامج اضطرابات الحالبين وهو يتناول الاعراض العامة لاضطرابات الحالبين بالاضافة الى سبل معالجة اضطرابات الحالبين الشائعة التشريح يتألف السبيل البولي من الاعضاء التي تساهم في انتاج البول وطرحه خارج الجسم وتجتمل هذه الاعضاء على ما يلي الكليتين الحالبين المثانة الاحليل لدى كل شخص كليتان وتقوم الكليتان بتنقية الدم وانتاج البول على نحو المستمر ينتقل البول من الكليتين الى المثانة عن طريق امبو بين طويلين يسميان بالحالبين المثانة المثانة هي عضو مجوف موجود في اسفل البطن وتقوم المثانة بتخزين البول ريفما يجري اخراجه من الجسم عندما تمتلؤ المثانة فان الاعصاب الموجودة حولها تبلغ الدماغ بالحاجة الى التبول يخرج البول من المثانة وينتقل الى خارج الجسم عن طريق امبوب اقصر من الحالب يدعاه بالاحليل انسداد الحالب انسداد الحالب هو حالة تؤثر في جريان البول من الكليا الى المثانة ومن الممكن ان تؤدي هذه الحالة الى تشكل الحصى الكلوية والى الاورام وكذلك الى اضرار اخرى تصيب الكليا يحدث انسداد الحالب عندما تضغط اعضاء في الجسم على الحالب من الخارج ومن الاسباب الشائعة لانسداد الحالب امراض الجهاز الهضمي كداء كرون مثلا الافات في السبيل البولي او الاديات التي تصيب نسج السبيل البولي الحمل من الممكن ان يحدث انسداد الحالب ايضا اذا ادت حصات كلوية او ورم الى سده لا تظهر اي اعراض لانسداد الحالب غالبا لكن انسداد الحالب يمكن في بعض الاحيان ان يسبب الما حادا في الظهر او في جانب الجسم اي الخاصرة ومن الاعراض الاخرى لانسداد الحالب بول دموي او بول عكر حمى غثيان او تقيق صعوبة التبول على المريض على المريض يستشير مقدم الرعاية الصحية اذا لاحظ اي عرض من هذه الاعراض او اي تغيرات اخرى ان اكتشاف المشكلة في وقت مبكر يجعل معالجتها اكثر سهولة في معظم الحالات من الممكن ان يكون تشخيص انسداد الحالب امرا صعبا ويطرح مقدم الرعاية الصحية على المريض اسئلة عن تاريخه الطبي الشخصي والعائلي كما يجري مقدم الرعاية الصحية فحصا جسديا للمريض يوضع تشخيص انسداد الحالب بالاعتماد على الفحوص التصورية عادة وهذه الفحوص تسمح لمقدم الرعاية الصحية برؤية صور تفصيلية لمناطق في داخل الجسم ومن هذه الفحوص التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي التصوير الوريدي للجهاز البولي التصوير بالامواج فوق الصوتية تحاول معالجة انسداد الحالب فتح الحالب وتصريف البولي من الكلية ويكون ذلك من خلال وضع انبوب فارغ ضمن الحالب عادة وهذا الإجراء يفتح الحالب ويسمح بانسياب البولي من الكلية إلى المثانة من الممكن أيضا أن تجري معالجة انسداد الحالب عن طريق فغر الكلية ويعتمد فغر الكلية على الاسترشاد بصور الأمواج فوق الصوتية من أجل إدخال قصطار يصل إلى الكلية مباشرة من أجل تصريف البول ويكون إدخال هذا القصطار عن طريق الظهر والقصطار هو انبوب بلاستيكي يسمح للسوائل بالخروج من الجسم إذا كان انسداد الحالب ناتجا عن ورم أو عن سرطان فإن معالجة الورم أو السرطان وجعله ينتمش أو استئصاله عن طريق الجراحة يمكن أن تفيد من أجل معالجة الانسداد أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية حصى الحالب حصى الحالب هي حصى كلوية انتقلت من الكلية إلى الحالب وهذه الحصى هي كتل صوبة من البول تتشكل في الكليتين تتشكل حصى الحالب في الكليتين عندما تتجمع بلورات البول معا فتصبح كبيرة إلى حد يجعلها تشكل حصى والبلورات هي أشكال صوبة لبعض المركبات الكيميائية الموجودة في البول من الممكن أيضا أن تؤدي حالات العدوى التي تصيب الكلية والبول إلى ظهور حصى الحالب من الممكن أن تكون حصى الكلية وحصى الحالب مؤلمة وقد تسبب تخلصات حدة في الظهر والجنب وأسفل البطن وقد يعيق هذا الألم المريض عن القيام بنشاطاته المعتادة من الممكن أن تؤدي حصى الحالب وحصى الكليا إلى كثرة حالات الإحساس بالحاجة الملحة إلى التبول وقد يشعر المريض بعد التبول بأنه لم يتمكن من إفراغ مثانته بشكل كامل هناك أعراض أخرى لحصى الحالب وحصى الكليا وهي تشتمل على ما يلي بول دموي أو عكر صعوبة التبول الغثيان أو التقيؤ وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون هناك حصى في الحالب أو الكليا من غير وجود أي أعراض لكن هذا أمر نادر غالبا ما يوضع تشخيص حصى الحالب باستخدام التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالأشعة السينية وقد يجري مقدم الرعاية الصحية فحصا للدم من أجل الكشف عن وجود عدوى أو عن وجود مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية التي قد تسبب ظهور الحصى تعتمد معالجة حصى الحالب والكلية على حجم الحصات وعلى موقعها وقد يتمكن المريض من إخراج الحصات من غير معالجة قد يحطى المريض دواء من أجل تخفيف الألم وعليه أن يتناول كميات كبيرة من السوائل من أجل المساعدة على دفع الحصات إلى الخارج في بعض الأحيان يجري استخدام الأدوية من أجل حل الحصات وتذويبها وقد يستغرق هذا زمنا طويلا كما يمكن أن يكون غير مفيد إذا كانت الحصات تسبب ألما شديدا للمريض إن الإكثار من تناول الماء بالإضافة إلى التمارين الرياضية يمكن أن يكون مفيدا من أجل الوقاية من ظهور حصى الكليا والحالب أما الأشخاص الذين ظهرت لديهم حصى في السابق فعليهم أن يقللوا من كميات الكالسيوم والصوديوم في طعامهم وهذا قد يكون مفيدا في الوقاية من تشكل حصى الكلاه مرة ثانية القيلة الحالبية القيلة الحالبية هي تضخم جزء من الحالب وتوسعه ويحدث هذا في الجزء الأقرب إلى المثانا من الممكن أن تؤدي القيلة الحالبية إلى حد من جريان البول وأن تجعل البول يرتد في الحالب وهذا ما قد يسبب عدوى في الكلية بالإضافة إلى الحصى الكلوية القيلة الحالبية عيب تركيبي يكون موجودا منذ الولادة ويجري تشخيصه عادة عندما يصل الطفل إلى السنة الثانية من عمره وهو أكثر شيوعا لدى الإناث لا تظهر أي أعراض للقيلة الحالبية عادة لكنها يمكن أن تسبب ألما في الظهر والجم وفي بعض الأحيان من الممكن أن تؤدي القيلة الحالبية إلى فرط التبول وإلى ظهور الدم في البول كما يمكن أن تسبب الحمى في بعض الحالات النادرة في حال عدم معالجة القيلة الحالبية فإنها يمكن أن تسبب ضررا للكلية أو قد تسبب فشل الكلية كما قد تؤدي القيلة الحالبية إلى العدوى أيضا غالبا ما تشخص القيلة الحالبية باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية ومن الممكن أن تشخص قبله ولادة الطفل تشخص القيلة الحالبية أحيانا من خلال فحص يدعى باسم تصوير المثانة والإحليل الإفراغي وخلال هذا التصوير يتم ملء المثانة بمادة صباغية عن طريق قلطار وهذه المادة الصباغية تسمح بظهور المثانة والحالبين بشكل واضح في صورة الأشعة السينية في بعض الأحيان تشخص القيلة الحالبية عن طريق التصوير بالرنين المغنطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب من الممكن معالجة القيلة الحالبية عن طريق الأدوية الدعمات أي أنابيب لإفراغ البول الجراحة قد تكون المضادات الحيوية مفيدة للوقاية من العدوى إذا كان إجراء العملية الجراحية على الفور أمرا متعذرا من الممكن أن ينصح مقدم الرعاية الصحية بوضع دعمات في الحالبين من أدل معالجة القيلة الحالبية وهذه الدعمات أي الأنابيب تفتح الحالبين وتسمح بتصريف مزيد من البول غالبا ما يجري اللجوء إلى الجراحة من أجل معالجة القيلة الحالبية وفي هذه العملية يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة القيلة الحالبية ثم يصل الجزء السليم من الحالب إلى المثانا في بعض الحالات النادرة تجري إزالة قسم من الكلية المتضردة أو الكلية بكاملها خلال عملية القيلة الحالبية إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة الحالبان هما أموبان طويلان ينقل كل منهما البول من إحدى الكليتين إلى المثانا وهناك طرابات كثيرة يمكن أن تصيبه الحالبين ومن الممكن أن تؤدي الطرابات الحالبين إلى جعل التبول صعبا أو مؤلما كما يمكن أن تسبب ألما شديدا في أسفل الظهر والجنب انسداد الحالب هو حالة تؤثر في جريان البول من الكلية إلى المثانا ومن الممكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تشكل الحصى الكلوية وإلى أورام وكذلك إلى أضرار أخرى تصيب الكلية الحصى الكلوية هي كتل قاسية من البول تظهر في الكليتين وتتكون هذه الكتل من بلورات صغيرة جدا وعندما تغادر هذه الحصى الكلية وتدخل إلى الحالبين فإنها تدعى برسم حصى الحالبي أحيانا تظهر القيلة الحالبية عندما يكون جزء من الحالب متضخما ومتورما ويحدث هذا في الجزء من الحالب القريبي من المثانا وقد تؤدي القيلة الحالبية إلى الحد من انسياب البول وتجعل البول يرتد صعودا في الحالب تعتقد معالجة الطرابات الحالب على طبيعة المشكلة ويكون معظم الأشخاص المصابين بالطرابات الحالب قادرين على استئناف نشاطاتهم المعتادة بعد المعالجة شكرا لاستخدامكم برنامج X-Plane